اشتركوا في القناة ومن اجل السحر وهذا كله يعني جرم عظيم وذنب كبير يستحق فاعله العقابة من الله تبارك وتعالى الله عز وجل ذكر ان تعاطي السحر كفر وممارسته كفر وشيكم العياذ بالله اسمع ماذا يقول الله عز وجل وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارغين به من احد الا باذن الله فتجد المرأ مثلا تذهب في حر لولدها المتزوج مثلا اول ابنتها المتزوجة حتى تجلب له النفع او تدفع عنه الضر وهذا والعياذ بالله شيركم بالله اذا اردت شيئا فاسأل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يا غلام اني اعلمك كلمات اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاسعن بالله اي شيء تريده اسأل الله عز وجل اياك نعبد واياك نستعيد لا بد لتحقيق التوحيد وممارسة السحر والذهاب الى السحر والعياذ بالله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما في هذا البام فقال صلى الله عليه وسلم اسمع يا كل من يذهب الى السحر والمشعوذين ويقصدونه من دون الله قال من اتى من اتى كهانا او عرافا فصدقه بما يقول مجرد ذهب اليه وصدقه بما يقول اسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر فقد كفر بما أنزل على محمد أي ذنب عظيم أن تكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم من أتى إلى عراف أو كهان ولم يصدقهم مجرد أتى إليهم للتسلية أو لسماع أخبارهم لم يصدقهم غيجل عندهم قال صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة أربعين يوما صلى الله عليه وسلم والعافية يعني لا ترفع صلاته فوق رأسه أربعين يوما هذا الذي ذهب ولم يصدقهم ولهذا ليتق الله كل من يقصد السحر والكهانين ويقصدونهم من دون الله تبارك وتعالى ويسألونهم ليعلموا أنهم مسؤولون وموقوفون أمام الله تبارك وتعالى وليعدوا جوابا أمام الله تبارك وتعالى كفاه من إذاية الناس كفى من إذاية الأزواج كفى لقد لقد فعلتم جرما عظيما والله تبارك وتعالى أخص بالذكر النساء لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن شر النفاثات في العقد فجعل النفث والسحر للساحرات النساء ولهذا ليتقين الله عز وجل وليعلمنا أنهن مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال طلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء ولهذا على المرأة أن تتقن الله عز وجل وأن تتمسك بدينها وأن تخاف من ربها وأن لا تأتي السحرة والكهانين والمشعوذين وتؤذي عباد الله تبارك وتعالى فإن الله لكل ظالم طاغ معتد إن الله له بالمصاد إن ربك لبالمصاد ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فليتق الله عز وجل كل من يتعاطى الصحر الشعوذة وليتب إلى الله عز وجل فباب التوبة مفتوح باب التوبة مفتوح والله عز وجل يفرح بتوبة التائب إذا تاب قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أسأل الله الهداية للجميع ترجمة نانسي قنقر